ما شاء الله على الشاشة يمكن شايفين الأربع فروع وحركة العمل فيها في كل حاجة وده خلينا نرجع تاني لفكرة حق العضو يا دكتور في هذه المواقمة ايه درجة الرقابة على أسعار الخدمات حفاظا على حق العضو احنا عندنا إدارة خدمات وفيها في الحقيقة زمل عفاظ المتمتعين بكفاءة ومش بس احنا تسكتين ان هم يقوموا بعملية الرقابة ويبلغونا وهم مدربين ومؤهلين لا ده احنا بنا مستدعين شركتين كبار بيعملوا عملية مراجعة دائمة لمستوى جودة الخدمات المقدمة والالتزام بالاشتراطات الصحية لكل الخدمات التي تقدمها المنافس داخل النادي الأهلي لأعضاءنا داخل النادي الأهلي ده مستوى مهم جدا من الرقابة على فكرة يمكن فيه فترات برضو ده بالنسبة لنا مهم جدا يعني احنا ساعات نقف المنافس منعه من الدخول غلق خرج بره لانه خرج بره جالي بس تقريب بيقول لي ما كتبش تاريخ مثلا كذا 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 او استخدم بعض المنتجات اللي مش موجودة المصدر الرسمي بتاعها لا 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 عندنا العملية دي صارمة وحاسمة وحازمة كويس لكن بيقابلنا بعض التحديات مشكلتك في بعض الأحيان انك حريص على الالتزام بحاجة واحدة بالقانون طبعا حريص على الالتزام بيه بالقانون وده أحد نقاط قوة النادي الأهلي أن الأهلي يحترم القانون ولا يحترم مجهة النظر الشخصية اللايحة بتقول ايه تمشي عليه القانون بيقول ايه تمشي عليه يعني قانون المنازدات والمناصات ده أحد الأشياء الرئيسية اللي احنا بنلتزم بها عند طرحة أي منفذ القانون يقولك انك لازم لما تيجي تطرح طرح جديد وجدد التعاقد لابد من زيادة 10% على الأقل عن العقد السابق ويمكن انت تفتكر مع شركة الملابس زمان أيام ما كنا بنجدد وحصلت الحاجات دي فانت بتضطر ايه تلتزم بالزيادة بس انت بتحاول تعالج الزيادة دي مش تبقاش على حساب مين العضو زم أنا قلت كده يعني مثلا منفذ من المنافذ بقاله أربع سنين ما زودشي الأسعار بتاع الخدمات فبيتجيب لي وانا حتطلو شرط ان الزيادة بعد أربع سنين ما تتجاوزي ما تتراوحشي يعني تبقى في 10% على 15% ولذلك احنا لما جينا نزود أسعار الاشتراكات بتاعت الأكاديميات الرياضية للأنشطة الرياضية برضو كان عندنا دراسة مش مزودين عشوائي يعني أقل زيادة عندنا كانت 18% وأعلى زيادة كانت تقريبا 36% حسب طبيعة النشاط وطبيعة الرياضة يعني فيه رياضات ممكن تلاقي رسم الاشتراك في الأكاديمية ألف جنيه وشوي ماشي لأن طبيعة الرياضة هي طبيعة عالية تشوف منظر حمامات السباحة الجديدة ما شاء الله بقول لك إيدي وانا قلتق فده طبعا لا بس خلي بالك هل ده ولذلك الكابتن محمود دايما وإننا إيه إحنا عايزين نشتغل أكتر يعني لما نخرج حتى وانا يعني أنا خلصت الجايزة قال لي أنت هتسافر إيمن قلت له إن شاء الله يعني إحنا مخلصين الساعة 12 ونص كده وروحنا للجناح المصري في إكسبو في الحقيقة وده كان حاجة جميلة جدا بالمناسبة وكان حريص عليها الكابتن محمود لأنه قام من البدري عشان يرى الكلمة اللي ألقاها نيابة عن الفائزين في الحقيقة فأصر أنه يروح للجناح المصري في الحقيقة رحنا برضو للجناح المصري وخلصنا قال لي بقى عزين نرجع عشان عندنا شغل كتير وهو على فكرة هيرجع بكرة هو في سلسلة اجتماعاته ويمكن الصور النهاردة طلع هو كان مع رئيس هيئة الهجرة وخدمات الأجانب النهاردة عشان عايز دايما الكابتن محمود يبص للمستقبل ما بيستنهوش عشان لما نروح كاس العالم والظروف تسمح أن يبقى فيه حضور جماهيري الترتبات تكون إزاي الولاد بتوعنا لما يروحوا ويسافروا والشركة الأهل للخدمات قد تقدم خدمة في الظروف اللي تسمح بيها الدولة المضيفة لهذه البطولة فكان بيتقابل مع كل القيادات وكان مرتب جدوى المواعيد كان كمان بالمناسبة راح تابع الملعب اللي هيبقى عليه تدريبات الفريق وبيتابع مع كابتن سيد عبد الحفيز وجهاز الكورة بيتابع أيضا الفنادق فإحنا في عمل مستمر لأن إحنا ما عندناش وقت حركة التطوير أيضا وهي الكلمة التالتة تاريخ مبادئ تطوير إحنا يدوبك أول جلسة أول جلسة كان صادر فيها ست قرارات ملعب السكواش في مدينة نصر الجيم فيه الملعب البدل في مدينة نصر تمام؟ ده برضو في مدينة نصر السلم الكهربائي في مدينة نصر في جراش مدينة نصر رحنا بقى على زايد المسجد في زايد حمام السباحة في زايد الاثنين جيم في زايد منطقة أماكن انتظار السيارات الجديدة في زايد رحنا على التجمع الانتهاء من المرحلة وقعنا البروتوكول رقم 3 أقول لحضرتك رقم وقعنا البروتوكول رقم 3 مع الهيئة الهندسية المصرية التي تتبع قواتنا المسلحة المصرية والتي نفتخر بيها بقيمة البروتوكول رقم 3 يعني عملنا بروتوكول 1 وبروتوكول 2 وبروتوكول 3 رقم 370 مليون جنيه كلمني يعني إيه بروتوكول البرتوكول اللي هو بيمثل العقد التعاقد على كل مرحلة من المراحل اللي بيتم تنفيذها في مشروع التجمع تلت مرحلة المرحلة رقم تلتة اللي بتجتمل الملاعب الرياضية والتجهيزات المقر اللي احنا عرضنا دلوقتي اللي هو المبنى الاجتماعي ب370 مليون جنيه وبتكلم مع مين؟ مع الحقيقة الاندسية حاجة كلمة فيها سيف والتزام وعمل منضبط التلاتة بروتوكول دول بقى قيمتهم إيه؟ التلاتة بروتوكول دول يعني قيمتهم اعتقد انا عشان بس ما الزاكرة ما تخنيش يعني تمنويد؟ لا احنا عندنا المرحلة الاولية 96 المرحلة الاولى المرحلة التانية 200 وشوية وعندك 370 ولذلك انا قلتلك ده كان شامل مليار ومية واحدة تين مليون جنيه شامل قيمة الارض بتاعة المشروع فده حاجة انا بكلم عليه زائد قيمة الارض فده يعني ايه انا وحنا ماشيين كده بنسرد الطريق بيتفتح قدام مننا لان نادي الاهلي كبير ايوه عنده مورد مليئ هي الاطخم نعم عنده مصروفات هي الاعلى نعم وعنده اقبر حركة انشاءية وعنده مستقبل مشرق نعم هو بيقود حركة تطوير حقيقية تغدم ابناء النادي الاهلي ولكنها في نفس الوقت تغدم الرياضة الوطنية المصرية عبر المنتخبات الحمد لله عندك النهاردة 19 لعبة بتمارس في النادي الاهلي الحمد لله بفضل ربنا ولذلك احنا دلوقتي بنعمل عملية تطوير للمستقبل لما بنبص كده الناس برضو بتقول انتوا بتعملوا شركات ليه لما تمانتوا نكحين في اقدارة مالية اه صحيح عليكم التزامات كبيرة ومحتاجين ان انتوا كل شوية تعيدوا النظر في استراتيجياتكو بتاعت التمويل واستراتيجيات التسعير في النادي تعيدوا كل شوية تبصوا عليها عشان انت ما بتقفش ايوه احنا عندنا شركات النهاردة عشان قطاع كرة القدم بقت صناعة وعيدة احنا مش عايزين نقف عند فلسفة ان الاهلي مؤسسة اهلية ذات نفع عاملة عايزين نعمل شركة تبقى شركة بتستهدف الربح بتعظم ارباح وقيمة العلامة التجارية لكرة القدم بتستخدم القرس بتاع كرة القدم الكبير المفهوم العلامي ليه ادارة كرة القدم الاستراتيجيات اللي ماشية في العالم في ادارة هذه الصناعة الضخمة الكبيرة عشان برضو ايه يبقى عندنا فصل يبقى عندنا امور اكثر شفافية واكثر نزاهة واكثر عدالة فيما يتعلق بعمليات الادارة المالية الكبيرة لان احنا شايفة اذا ما احنا نعملين نقول ارقام يمكن الناس لما بتقعد معنا وتسمع الارقام دي بتقولني لا 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 ده فعلا مؤسسة عملاق انا كان عندي مداخلة مع احد القنوات العربية مبارح عشان الكاس العالم للاندية لما الناس بتسمع الناس مش واخدة بالها فهمة اه شايفة الاهل كبير بجماهيره لكن مش شايفة كمان المنظومة المالية والجهد الكبير لمدرس الادارة اللي قدر يحقق التفرة دي بقول لي حضرتك لما تعدي على الاسوار النهاردة